هذا مارتن لوثر معروف من النصارى من الرهبان هذا كان في القرن السادس عشر تقريبا لما رأى أن الكنيسة قد حصل منها مضايقة لأهل العلم واحتكار لفهم الدين كما يشاءون واضح ظلم الكنيسة واستبداد الكنيسة في ذلك الزمان كما تعرفون سكوك الغفران يدفع مال حتى يعطونه صك أنه يدخل الجنة ويغفر له هذا ما يصدق بشر وحرموا الزواج بين القساوس وكذا فخرج معروف هذه الثورة التي قام بها ضد الكنيسة واتبعه كثير يعني من النصارى من النعم من النصارى كانت تغييرات شكلية يعني وما غير العقيدة عقيدة هي فاسدة فاسدة نعيسة بن الله وكذا لكن إيش اللي حصل تغيير الجذري هنا أنه رأى أنه ليس من حق الرهبان الاستبداد بفهم الكتاب المقدس هم عندهم أن الكتاب المقدس ما يقرأ عامة الناس لسه مثل المسلمين المسلمين القرآن بيد كل مسلم لكن هناك لا أنا أذكر مرة يعني لما كنا في ألمانيا مرة فكنت تكلم واحدة من نرسات الإسلام وكذا وقلها في النصارى في الإنجيل كذا كذا وقل لا نحن ما يحق لنا أن نقرأ الإنجيل نحن الإنجيل نقرأ ونفهمه من البابا في الكنيسة هو الذي يخبرنا بما فيه فهو خرج على هذا الأمر مارتن لوثر وقال لا من حق كل نصران يقرأ الإنجيل ويفهم الإنجيل كان هذا مثل التجديد في دينهم فخرج بهذه الثورة وألغى تحريم الزواج من قبل القساوسة وكذا وهذه تسمع البروستانت يعني يتبعونه في هذا إيش اللي حصل لما قرأ النصارى العهد القديم التوراة يعتبرونها إيش أصل كتابهم لما قرأوا التوراة وجدوا أن اليهود يعني الله فضلوا مع العالمين وأنهم شعب الله المختار ثم النقطة الفاصلة أن خروج المسيح المنقذ لهم كل فرقة تزعم هذا النصارى يجعمون أن المسيح في آخر الزمان سيخرج وسيعيش النصارى معه ألف سنة في الأرض كما في سفر رؤية يوحنى في الإنجيل فوجدوا أن ظهور المسيح لا يكون إلا بعد قيام دولة اليهود بفلسطين إذا قامت دولة اليهود بفلسطين ينزل المسيح فقالوا إذن إيش العمل العمل أن نمكن لهؤلاء حتى إيش نعجل بخروج المسيح فانقلبت العداوة إلى صداقة ليست لأجل إيش لأجل يعني أن دينهم على حق أو كذا لا لكن لأجل هذه المصلحة أن يعجلوا بنصر دينهم وبالفعل من ذلك الزمان يعني بدأت بدأ هذا التحالف الذي هو إيش كله ضد الإسلام وعد بالفور وأن يعني أن يدعم اليهود وصرفت مليارات لهجرة اليهود هناك تعجيلا لهذا شوف هذه دول كبرى قامت به لماذا تعجيلا لهذا الأمر إذن ليست هي يعني صداقة حقيقية هي صداقة ضد المسلمين ولقيام دولة النصارى مرة أخرى فإذن يعني بهذا تعرف وتفهم أن ما يحصل أمن تعاون ليس هو لأجل خاطرهم ولا لأجل دينهم أبدا وإنما هو لأجل تعجيل ظهور المسيح المزعوم عندهم حتى يملكوا الأرض وإلا حتى يعني بين عامة النصارى يكرون اليهود ولا يمكنون لهم في بلادهم هذا معروف وهذا يولد أيضا عذاوة من الجهة المقابلة طبعا هذا نتكلم به الإخوان باب بيان التاريخ حتى يفهم المسلم هذه الآية ويعرف أن العداوة مستمرة إلى الآن وأن يعني القساوس من النصارى ما يعني يقبلون دين اليهود والعكس تماما ولا تزال الآية هذه ماضية إلى ومن قيامة فهذا شيء والعلاقة في التعامل مع أهل الكتاب شيء آخر ما نخلط الأوراق فإذا يعني كانت هناك معاهدات مع الدول هذا أمر يرجع إلى ولي الأمر وهذا لا يعني أبدا يعني تنازل عن عقيدة أو يعني نتنازل عن هذه الآيات أبدا النبي صلى الله عليه وسلم عقد معاهدات مع اليهود ما الأمر يرجع إلى المصالح والمفاسد هذا ليس من شأن عامة الناس أن يخوضوا فيه لكن المسلم علي أن يعتقد بهذه العقيدة ويعرف أن هذه عداوة فيما بينهم لأن كل فرقة على باطل كل فرقة تتكلم بي يعني ما في صدورهم من حقد وعناد وعدم اتباع الحق إذن فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون